هبدأ كلامي بالحديث عن مباراة الأهل والاتحاد السكندير اللي وقيمت بالأمس على مرعب الأهل بي السلام واللي حقق فيها الأهل سلسة نقاط مهمة جدا وانتصار كبير بسلسة أهداف أيضا كمان أهداف بيرستاو وياسر الطهيم وأقرم توفيق مباراة الأمس يمكن فيها تفاصيل كتير قوي ممكن تتقال ولكن الرسالة اللي عايز أقولها بغض النظر عن الفوز والأداء والنتيجة والسلسة نقاط وصدارة الدوري الأهلي من ست مباراة تخطى منتشر نقطة أقوى معدل تهديفي حفاظ على نظافة الشباك في الست مباراة انطلاقة قوية انتبادات المسلم بالفوز على الزمالك في السوبر ودي بداية ولا أروع ولا أجمل من كده ولكن اللي حصل في مباراة المحلة واللي حصل في مباراة الاتحاد بالأمس أنا ليه رسالة للعبت النادي الأهلي اعتبر نفسك بتلعب مباراة نهائية اعتبر نفسك بتلعب على مباراة كاس مش دوري ونقاط وتجميع نقاط لا لأن اللي حصل في نسختين الدوري الموسم الماضي والموسم قبل الماضي لازم نتعلم منه الدرس اللي هو لما تجيلك فرصة محققة لازم تستغلها أفضل استغلال فكرة اهضار الفرص رغم أنك كسبان ثلاثة ده كويس يعني أنت مهم جدا تعمل اسكور وتكسب ده كويس يعني شايفين فرصة زي مباراة دي الحمد لله أفشا تعمل فيه بشكل كويس والمهدي سليمان كمان ساعد أفشا فيه أنه هو يعمل بس هدف لأقرم توفيق لكن في بعض الفرص مبارح لو الاتحاد كان أحرز الضربتين الجزاء كانت المباراة تتصعب نفس الأمر في مطش المحلة لو تكنية الفي آر لو محمد الحنفي كان مهزوز ومش قادر يصر على قراره بعد تدخل محمود بسيوني كان ممكن يطرد محمد الشناوي ما هي الأخطاء اللي حصلت دي التحكمية هي اللي حصلت السنة اللي فاتت والسنة اللي قبل اللي فاتت وهي اللي حصلت الأهل الدوري بالمناسبة يعني لو أنت عندك أخطاء فنية نسبتها أقل من نسبة الأخطاء التحكمية فالسنة دي ماركي كلاتن بيرجي فيه أكتر من مناسبة لما طلع وظهر من خلال صفحة الاتحاد الرسمية على الفيسبوك قال إن فيه أخطاء تحكمية ومع ذلك الحمد للأهل بيقدر يكسب بس أنت مش في كل مرة هتقدر تكسب اتنين وثلاثة أو مش في كل مرة الشي النواة هيصد ضرب الجزاء أو مش في كل مرة الحكم اللي موجود في الملعب مش هيتأثر بحكم الفي آر يعني المراتي محمد الحنفي كان صاحب قرار ورفض إن يطرد الشناوي محمود البنة مبارح كان فيه أكتر من اللعبة كان ممكن يتأثر بالفر أكتر من القرارات اللي حسبها طب بلاش كده لو تتذكروا إن الموسم الماضي هو مش في مرة محمد سلام أميدو أكبر أمين عمر على إلغاء هدف للأهلي أماب البنك الأهلي نتيجة إن استيناف اللعبة كانت غلط ورغم ده مش موجود في البروتوكول الفي آر هي الفكرة أنا عايز أقولها أنت بلاش تحط نفسك تحت رحمة أي حد سواء حكم مساعد حكم رابع تقنية تسلل تقنية الفي آر كل الحاجات دي لازم أحطها في الحزبان آه أنا بلعب ومعايا مدرب شاطر جدا أفضل مدرب في الدور المصري وممكن مدرب أنا شايفه يتفوق على فيلر كمان في البداية اللي بادي بيها مع النادي الآلي ولكن أنا في عوامل أخرى هي اللي خسرتني الدوري السنين اللي فاتت فبالتالي مهم جدا أركز في المباراة مهم جدا أستغل الفرصة اللي بتجيلي مهم جدا ولا نازل كتغيير سواء بين الشطين أو في نهاية المباراة أبقى نازل عايز أعمل حاجة ببقى الزعلان كمان وأنا أقعد على الدكة لا نازل عايز ساعة زميلي الموسم لسه طويل وإحنا لسه في أول ستة سابيع من الدوري فمطلوب من الكل أن يكون في حل التكاتف اللي قاعد على الدكة دوره ما يقلش عن الدور اللي موجود لل11 اللي بدأوا المباراة اللي ينزل لازم ينزل ويلعب بشكل كويس عشان يساعد زميله وفرقته أنه هم يكسبوا الموسم طويل وصدقوني والله أنا بقولها مش بناء على توقعات بقولها بناء على معلومات يا جماعة ركزوا كويس جدا في المباراة الدوري وحاولوا تحسيم المباراة مبكرا لأن في عوامل غير مباشرة ممكن تؤثر على النتائج في الفترة اللي جاية حصلت في كام مباراة سابقة وأنا بأعتبر أن اللي حصل في الفترة اللي فاتت دي كان ضوء أخضر أو ضوء أحمر يعني أنه هو يديك انتباه أنك تاخد بالك من اللي جاي لأن مباراة المحلة بالأخطاء اللي حصلت فيها وده مش باعترافي أنا ولا كلامي أنا ده بكلام ماركك لاتنبرج ضربة جزاء لم تحتسب استدعاء الفار لحكم المباراة استدعاء خاطئ لأنه كان عايز يطرد الشناوي والشناوي لاعب القرى ما كانش فيها أي حاجة أصلا وحتى كان الأهل كان ليه ضرب الجزاء وحكم الفار ما استدعاش محمد الحنفي كارت أحمر للاعب المحلة وحكم الفي آر مش شايف وحكم المباراة ما خدش باله ثلاث قرارات مؤسرين تخيل أنت لو المحلة كان أحرز هدف كان ممكن المباراة يحصل فيها إيه؟ نفس الأمر مبارح ومع ذلك لما بتحصل أخطاء تحكمية هدوا بالكم ما بنشوفش عقوبات يعني محمود بسيوني أخطأ في مباراة المحلة هل تم إيقافه؟ الله أعلم الأسابيع جاية وهنعرف اتوقف ولا ما توقفش مش معنى أنك لاتنبرج عمل فيتجو وطلع وشرح وقال إن الحكم غلط يبقى أنا كده خد تحقي لا الحكم متعقب ولا ما تعقبش نفس الأمر مبارح بالمناسبة يعني أنا مبارح فوجئت إن كابت محمد عباس حكم تقنية الفي آر على مباراة الأهلي والاتحاد السكندري هو نفسه اللي ماركت لاتنبرج قال أخطأ في مباراة فاركو والدخلية لما احتسب فاول والكور هدف بل بالإضافة لده كمان حكم تقنية الفي آر بيقول له كنفيرم فيه فاول فطلع ماركت لاتنبرج قال حكم الصحة غلطان وحكم تقنية الفي آر غلطان ومع ذلك كان موجود مبارح في تقنية الفي آر في مباراة الأهلي فبالتالي مبدأ السواب والعقاب موجود ولا مش موجود فدي نقطة أتمنى الأهلوية يخدوا بالهم منها كويس أو الفترة الجاية الدوري لسه بدري عليه مهم جدا نحسم كل المباراة اللي جاية ونتعامل مع الدوري على أنها مباراة كؤوس لأن كل شيء وارد في أي مرحلة لازم تخلص بدري زي ما عمل فيلر في الموسم قبل الماضي أو من موسمين لما جل غاية نادي الدور الأول كان الفريق كبير فما قدرش المنافس يقرب منك في الدور التاني وما حدش قدر يساعده أنه يقرب منك في الدور التاني